مسائل فل في الفيديو ده هنرسم مصطفى غريب اللي فوقت نظري هو الحصان ليسود في رمضان السنادي او في النص الاول من رمضان هو طريبا اكتر ممثل دحكني في كل الكاركترز اللي هو عملها هو الشغل في ثلاث مسلسلات فخلونا النهاردة نعمل كاركتر لشخصية عربي اللي هو عملها في اشغال شقة وهي بنسبالها الانجح تعالوا ما ادعين كده نبص على وش مصطفى مصطفى وشه طويل وفي نفس الوقت عنده خدود يعني انه هو انت ما ينفعش تقول على وشه ان هو مدور دايرة ولا ان هو مصطفى طب بما ان اساسا مصطفى ملامح وطفولية جدا فعنا هنحاول يعني عرغم ان وشه كبير هنحاول نخلي العنين والمناخير والبق فاقلم ساحة ممكنة في الوش من جوه لش هنوزعها على الوش يعني هنبتدي نرسم عنيه هنرسم عنيه دقيقة برضو شوية عشان هو ايه هنعمله بيدحك وولا ما بيدحك هنبتدي تقفل كده خدصنا عنيه هنعمل مناخيره ايه هن lureش مناخيره كبيرة وبدي مش حاجه جماعage وحشية يعني اما تقول لغف برسمه مبقه يامع loose مناخيره كبيرة دا توصيف مش بقول لغا عن ان دي حاجه équشي عشان احنا يعني أولاد كآرتس يعني أو كرسامين مفيش عندنا حاجه اسمها حلوة قاويه أو پيرفكت يامع دي مش تيم ح القرroit دا توصيف دا توصيف بikt توصيف وانا ايه ح savings ببق بحبه بحبه جدا هو انا عارف ان بقو صغير بسبب علي وائش شفايفه غليظة شوية فحنا هنعمل شفايف غليظة بس نفس الوقت الوفرول البق والشنب مضغوطين كده شوية كده خلصنا البق طبعا عارف انه بينهم الشبه هو اساس طبعا بس نعمل الشنب عشان هو اهم حاجة هو نفسه لو حلق شنب وشعر في نفسه فانا بستنطع جدا من الصراحة ونعمل بالشنب عشان فيه براش معينة كده اللي هي بتاعت الشعر دي سهلة وبحس ان انا باخد عجازة وانا برسم الشنب بص كده كده البق زبط زبط شوية تعالوا نظبط الشعر بقى نديله شوية السواد كده وشوية لماعيه كده عربي بتده يظهر معانا انا شايفه كده لطيف فاضل بس انكارية الجسم فتعالوا نرسمه هو لابس البادلة الصفرة الايكونيك اللي كان بيطلع فيها في نشاهد كتير دي وتحتها القميس النبيتي او الاحمر والكرش الجميل طبعا نعمل كارفاتة قصيرة عشان نافور في المسافة اللي دايما بين صدره وكرش عشان مصطفق منه طويل اوي فتحس دايما القميس هو لابسه طويل وان لسه الكرش بعيد اوي ان فيه مسافة كده بين اخر دقنه وحزام البنطلون فاحنا عشان يعني نخلي العين تيجي عليها مظبوط لازم نقصر الكرافات اوي عشان نبالغ في الحتة دي اعتقد كده حلو بس انا شايف ان احنا ممكن نغير لون الكرافات ونخليها لونها اصفر عشان تماتش مع الجاكت احسن من الرصاصي دي دعما نجرب كده انا بس حس ان الحتة بتاعت الكرش دي محتاجش فيام شغل عليها فا احنا ممكن نجيب معاص ونفتح كده بين الزراير عشان نبالغ إحساسا من الركرش ضغط قوي على البطن اصحا انه لاوoeoe كده فاضل البنطلون تعال نعمل بنطلون الرصاصي كما كان بدبسوا في المسلسل بعد كده هنرسم الجزمة البيضة الضخمة اللي كان يلبسها على البدلة فعلا تعالوا نعملها اعتقد الكاركتر دمه خفيف شكله حل وفي ناس على فكرة كانت بتقول ان مصطفى غريب شبه طلعة زكريه الله ارحمه وانا بتاديت اخد بالي لما رسمته عشان نتأكد موضوع ده تعالوا نمسح شوية شعر كده نشوفه هو قرع على شبه طلعة زكريه تعالوا كده تستعون ليه التجميل انتوا شايفين ايه انا شايف نحن هو فعلا شبه طلعة زكريه بس مش اوي بس وقت فعلا يعني ممكن يكون شبه طلعة زكريه هو صغير فخلاص نعمل اندور الكلام ده ونرجع تاني اهلا حاجة بقى ان مصطفى غريب عامل عربي وعامل العطرة في الكبير هتلاقي الفرق بقى في الكاركتر زي ايه الشعر الشعر هنا نايم الشعر هنا كيرلي وعالي تعالوا كده نعمل شعر كيرلي وعالي ونشوف هادي معنا العطرة ولا بقى اه والله هو فعلا الشعر غير من الكاركتر شوية يعني كده مبقاش عربي بس اعتقد ممكن نغير شوية في الاتسامة ونظرة العين عشان هو ما كانش دايما بيدحك وهو العطرة في الكبير عشان دايما كبير يا بيدربو يا بيرمع عليه بيض يا الكلام ده فتعالوا نخلي وشه باقس كده شوية ونشوف هادي العطرة اكتر ولا لا اعتقد كده بقى شبه العطرة شوية فتعالوا نمسح جسمه كده احنا احتفظنا بوش العطرة ممكن نعمله مستخبي وراء لوح خشب اللي كان في اول حلقتين او في اول حلقة تقريبا كان مستخبي وراء لوح خشب كده مرسوم عليه ارنب وكده عملنا العطرة وهو مزنوق في الوح الخشب فا اعتقد كده احنا خلصنا اتوه الكاركترز المصطفى غريب العطرة وعربي ودول انجح حاكتين تقريبا نعملهم في رمضان ده وبما اننا كالعادة خلصنا رسم فتعالوا نعمل شوية اناميشن ونتفرق شكلوم هي بعمل ازاي اسحلين يا نين عيني أمر في يوم ما من لي منك ضيعيلي كل يومي يقلقيني في نص نومي أكليني ربع رومي عاملين عروض في شير زماني هبستك ده المتوسة ضيع علي المتاون هاوس وعليت صوتك على بوق فالمفروض نتعلمه ايو اتعلم كيف اتعلمت انت جد اللي انت عملته ده اتعلمت انت جد الدني اتفضل اتفضل اللي عمل حاجة اتفضل وكده خلصنا كاركترز مصطفى غريب العطرة والعربي لو فيه كاركترات تانية علمت معاكو في رمضان ده سيبوهلي في الكومنت ستحته هنعمل عليها شغل زي ده ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بجاي انا احمد عبد المنعم باي باي